لا شك أن هناك زيادة مضطردة في أعداد المصادين السكري على مستوى العالم ليس في منطقة الخليج فقط وإن كانت منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة زيادة فيها أكثر من قرارات العالم الأخرى نحن توقع زيادة لا تقل عن 80% أو 86% في نسبة الإصابة بالسكر في العشرين السنة القادمة سيرتفع أعداد المصادين بالسكر إلى أعداد كبيرة جدا في مرتبة الشرق الأوسط التي منها طبعا دول الخليج فالزيادة مضطردة في كل العالم والحقيقة ليس فقط الزيادة الحقيقة أن الأنسولين بالذات هو يعني يشكل يعني هاجس أمني لأنه إذا كنت ستعتمد على الأنسولين أنه يعتيك من الخارج فأنت تعرض حياة المرضى المصابين بالسكري لا سبح الله بالوفاء يعني قبل أن يخترع الأنسولين قبل أن يكتشف وهي شركة ليلي طبعا أول أنتج الأنسولين قبل ذلك كان كل الأطفال المصابين بالنوع الأول من السكري كلهم يموتوا لأنه لا بديل لا بديل لا يوجد علاج بديل وإذا أنت أمنت الأنسولين فأنت على الأقل تكون عندك يعني أخذت خطوة لحماية أرواح الأطفال المصابين بالسكري ترجمة نانسي قنقر